بس لازم توقف كمان وندام ان في رسائل قوية جدا جدا النهاردة تقالت واعترف الرئيس ان هو اول مرة يتكلم بالطريقة دي طبعا عجبني جدا الهدوء اللي اتكلم به عبد الفتاح السيسي والرسائل المباشرة اللي طلحها اول مرة يتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي ويقول لهم بالبلا دي كده مصر لما كانت جامدة من مئة سنة احنا ساعدنا ناس كتير قوي وتحدث بشكل مباشر عن الدول وتحدث بشكل مباشر عن دول الشر وتحدث بشكل مباشر عن الناس اللي قعدت خطط لنا علشان توقع البلد دي مش علشان توقع عبد الفتاح السيسي لأ عايزين يوقعوا البلد ده كله واتكلم عن هذه الدول وقال احنا مش عايز منكم هخلي فلوسكم لنفسكم يعني احنا انتم بتستخدموا الدخل بتاعكم وفلوسكم كتير جدا دي عشان تهدموا مصر مش عارفوا يهدموها انكم تقزوا مئة مليون مش هتعرفوا تقزوهم مش هتقدروا علينا ده الرسالة اللي كانت طلعة ولكن في قلب هذه الرسالة قال يعني بما معناها يا نحلى لا تقرسيني ولا عايز عسل منك لا تقرسيني ولا عايز عسل منك ثم تحدث عن الدول اللي وقفت جنب مصر اللي ما زالت وقفة او اللي وقفت فيه ما سابق ها علشان ابقى واضح معاكم شوية اكتر ان يتحدث رئيس دولة بهذه الصراحة وهذه المكاشفة ومش بس كده ويطلب ان ده يتعمن ان يبقى فيه مصرحة مع الطلبة والجامعات وان فيه ناس وتستعرض الانجازات اللي بتحصل وشوفه البلد راحة فين وبتطور ازاي وإن اللي بيحصل وتطلع تستعرض كل اللي انت بتعمله لو هو ما عملش الكلام ده تجوه تقوله انت بتعمل ايه وانتو عملته ايه ولو هو عمل الكلام ده يخرجه القوة اللي تتحدث عنها الرئيس يقودوا يشككوك في كل حاجة بتتعمل يشككوك في كل حاجة بتتعمل ليه يشككوك علشان لو انت مثلا مثلا نفسك في الشاي ده يقولك شفت اهساب الشاي وما بصش للشاي اللي انت محتاجله وراح جاب ورق لو هو جاب الشاي يقولك شفت جاب الشاي ونسى يجيب قلم عشان الورق لو هو جاب الشاي وهكذا هو ده المجموعة الدائمة المتحركة اللي عمرها محط بطل على الإطلاق والحل الوحيد فيها انك انت دايما تكون واثق ان في بناء بيتم وان في تحرك بيتم